تجربة جديدة واستخدام أخر للروبوتات الذكية باقتحام عالم الرياضة والماراثن الروبوت كاسي يدخل التاريخ كأول روبوت له قدمان يكمل مسافة خمسة كيلومترات حيث علم نفسه كيفية الركض من خلال خوارزمية التعلم المعزز العميق وانطلق الروبوت كاسي متجها في شوارع جامعة ولاية أوريغون الأمريكية وخارجها حيث بدأ في التجول في الأحياء وعلى طول الطريق إلى الريف وأكمل خمسة كيلومترات على شحنة بطارية واحدة لكنه تعثر أولا عندما ارتفعت درجة حرارة جهاز الكمبيوتر الخاص به ثم مرة ثانية بعد أن أخذ منعطفا بسرعة عالية جدا ويتوقع صانع الروبوت أن يتم استخدامه في المستقبل لتوصيل الترود ومساعدة المواطنين في منازلهم يتطلب الركض موازنة دايناميكية مثل القدرة على الحفاظ على التوازن أثناء تبديل المواضع أو أثناء الحركة وقد تعلم الروبوت إجراء تعديلات دقيقة للبقاء منتصبا أثناء الحركة